السلام عليكم مرحبا بكم على قناة امريسلان اليوم جيبتكم كيفية جديدة وهو بسكوية الخاص بالطرطات او الكيكات بسكوية رائع اذا كنت اول اخطرات زوري القناة نتمنى انك تشتركي فيها واللي اعجبها الفيديو ومن تنساني شبجام وهيا الى المقادير والطريقة نجو كاس نقص اسباع حليب كاس فاني نم عمر مليح كاس الى 4 سكر نسكة زيت لفاني الخميرة وزن 10 غ مغرف كبيرة كاكا ومغرف كبيرة مربائي ومغرف كبيرة خل وثلاث بيضات هنا بالنسبة للبيض اذا كان بيض كبير استعملي ثلاثة اذا كان صغير استعملي اربعة هنا اردلت البيض ونجعله الرشاة تعمل حليلة لابد نجعلها ولا نجعلها نجعل مغرف صغير اذا لديك سكر فانيليا استعملي سكر فانيليا سوف نضيف سكر ونضيف مليح ونضيف مليح بسطة الخلاطة الكهربائي من بعد ما طلعت البيض كما راكم تشاهدوا سوف تغير اللون سوف نكمل نخفق وفي نفس الوقت نضيف الزيت سوف نضيف المغرف كبيرة المربا كما راكم تشاهدوا ونضيف المغرف كبيرة الخل الخل هنا سوف يعاون لي الكيكا تاعي باستخفيفة ونضيف المغرف كبيرة الكاكاو الكاكاو هنا لازم تغرب ليه المغرفين المغرفين الحبيبات نضيف ثم نضيف الزيت ثم نضيف الخميرة ونضيف الفانينة بالتدريج نضيف الحليب ونخلط حتى نكمل كمية الحليب والفارينة مع بعض سوف نكمل الفارينة والحليب من بعد ونخلط لكم هذه الخليط الذي نحصل عليه الخليط سائل بل بزاف لأنه لم يكثرت له الفارينة كما تعودتوا عليها نجيب هذا الورق تعطيه يعني ماهوش هذك الرولولي نشروه هذا يتباع بالكيلو يعني كائن بناتلي فهمتهم مافهمونيش لعلان ماعرفت فهمهم ليش هذا الورق تعطيه الرولو هذا يتباع بالكيلو في محل بائع لوازم الحلويات راهم يشريوها أغلبيتهم يشريوها المخابز ولا الباتيسري يخدموه به هذا الورق تعطيه يحكم لي طيبو به طيبو به طيبو به وباقي يقصر يحطوه يعني كما يعني كما يعني كما تعرفوه راكم تعرفوه مبارك ما خرجتوش عليه المهم هذا الورق أنا ندهنه بالزبداء بالزيت عفوا ونحطوه في البلاتو على واش نستعمل هذا الورق بزيف لأنه نتحكم أنا في العرض يعني ورق الطهي اللي ما في نخدمو به ورق الزبدال اللي هو هذا كنديروه ما يجينيش يعني العرض اللي حباته أنا قادرة كنفرشوا في البلاتو راح يدخل لي هذا الخاليط ستحت الورق وما تصلح ليش يعني يفزد لي على بيها نحب نستعمل هذا يعني مجرد توضيح فقط بالنسبة لهذا الورق راح نفرغ الخاليط تاعي راكم تشوفوا فيه كيف شرهه مايح أنا حبيت ندير في بلاتو صغير بش يجيني عالي لأنه كيكا تاعي أو الطرطة حبيتها جيني عالية هاكا راح تسوزة واحدها لانه الخاليط راه سائل بزات راح ندخلها في فرن الفرن يكون مثخنينه بنقبل على درجة حرارة لماċفaj ليطيب بيها تقريب اندرجة حرارة بين 120 وبين 150 درجة مئوية واي نخليها الطيب يعني ما يتديعيش موقع في الفرن حوالي تسبري عبادة 4 ساعة 10 دقائق 4 ساعة ونعود ونرى كيف نكملها بعدما طاب البيسكويت وخليته برد سنقصه هنا سنقصه على شكل قلب عندي هذا هذا الشكل سنقص عليه سنقص هذه الكيكة بعدما قصيتها كما رأيكم ترى هنا أراكم ترى كيف شره خفيفة لا يوجد فرق بينها وبين بجينواز يعني تتحكمي فيها وتشكليها كما تحبي هنا بالنسبة لهذا القطع كنت أدرتهم الليشيت كنت أحب أن أضعهم طبقة رابعة لكن لم أصلحت ليش قمت أدرتهم أدرتهم هكا هذا الليشيت شكلت منهم قلوب صغيرة بالنسبة للكريمة بالنسبة للكريمة إذا قاعدت تحميل كريمة كرطة الكبيرة استعمليها في هذه القطع الصغيرة إذا لم تغيري نوع الكريمة إن شاء الله ستكون عجبتكم طريقتي وعجبتكم الوصفة الثالثة وإلى لقاء في الفيديو الثاني إن شاء الله شكرا شكرا